للعقوبات الغربية المتتالية على موسكو ولا التهديد الأمريكي للدول التي تخرقها أثناء الصين الماضية قدما فيما تسميه بتعزيز العلاقة الاستراتيجية مع روسيا علاقة قوية تعكسها قفزة في المبادلات التجارية بين البلدين قاربت الثلاثين بالمئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري ستواصل الصين تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع روسيا وسنسعى لتعميق العلاقات في عدد من المجالات إن قفزة ما يقرب من ثلاثين في المئة في التجارة بين الدولتين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 تظهر المرونة الكبيرة والديناميكية الداخلية للتعاون الثنائية الصين التي تحدت محاولة الغرب لعزل روسيا أكدت خارجيتها مواصلة تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين البلدين بغض النظر عن ما ستسفر عنه الحرب في أوكرانيا من تغيير في خارطة العالم بغض النظر عن كيفية تغير المشهد الدولي ستواصل الصين تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع روسيا من أجل التعاون المربح للجانبين وحماية المصالح المشتركة بشكل مشترك وتعزيز بناء نوع جديد من العلاقات الدولية ومجتمع له مستقبل مشترك للبشرية وتعتزم بيجين وموسكو رفع قيمة مبادلتهم التجارية بنهاية السنة الجارية إلى 200 مليار دولار بالتزامن مع مساعل تقويمها بالعملتين المحليتين اشتركوا في القناة